عايزين نعرف ليه شهر رمضان بيعد عليه مدرسة الاختبار هو اختبار للانسان اختبار لصبرك امتحان انت هتصبر على انك ما تنميش مع حد في الشغل او في اي مكان هتشوفي نفسك كده صبرة ومسكة حجام احما حجمة لسانك عن انه يقول اي حاجة في اي وقت وعلى اي حد لا انت دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى بيقولك ايه انت هتصومي بس بقى مش هتصومي عن الاكل والشرب بس لا ده انت تصوميلي عن اي شيء يغضب ربنا مع الاكل والشرب ده لا انا دلوقتي بنمهوت وبتكلم وبقول حاجات تزعل مني ده وتزعل ده وبعمل مشاكل وبفتعل بنزل للشارع مش بطول بالي على اللي رايح حد كلمني بقى لا ليه ليه اني صائم يعني انا مش هرد عليك انا مش هقول حاجة تزعل ربنا مني انا مش هعمل حاجة غلط تزود زنوبي ما احنا كلنا طبعا بنخطأ احنا كلنا خطأين بس احنا لازم ايه في رمضان طبعا نتعود ان احنا نمسك لساننا وجوارحنا عما يغضب ربنا سبحانه وتعالى فبالتالي هنتقرب الى الله سبحانه وتعالى نشغل نفسنا بقى نشغل نفسنا بالايه بالتعاط عندنا حاجات كتير نعملها ده الوقت ما فيش ده ما فيش وقت ده النهارده خمسة فعلا نهارده خمسة يعني بكرة ستة النهارده خليصة بكرة ستة اشتركوا في القناة